بالوضع اللي وصلنا له والوضع اللي عم يتحضر بالكواليس بغض النظر عن أي موقع اقتصادي اجتماعي أو طائفي ما فينا نتفرج على السكت ما فيه إنسان بيحب بلده وأهل بلده وكرامة وطنه بيقبل الزل والأهر والفساد اللي عم يتعرض له كل مواطن وكل عائلة وكل مؤسسة وكل حلم في لبنان الفاسدين هربوا الدولار بالمليارات تبعوا أطنان من الليلات اللي انفرغة من إيمتها طمنوا الناس على الوداع بالمصارف نظفوا الدفاتر وشاشات المحاسبة وصفروا الميزانيات ولما بينا الوضع الحقيقي انطرحت حلول ما تنفذ شي منها لأنه ما في نية واضحة وصريحة للسرجاع الأموال المنهوبي والمهربي ثانيا ما فيه جرأة على اتهام فاسد واحد وأهل السلطة محمسين للقضية صارلوا زمان مكشفين ومعروفين من أهم رموز الفساد ثالثا ما فيه إمكانية للحصول على قروض أو هبات من دول صديقة بدون الخطة الإصلاحية اللي لليوم ما شفناها رابعا ما فيه منفعة من بيع أملاك الدولة وخصخصة مؤسساتنا العامة بالوقت الخاضر نظرا لوضعنا المنهار وسوء إدارتها والنتيجة عم يبشرونها بخطة إنقاذية عبقرية من مستشار دول كبير هيركت على أموال المودعين الحكومة يلي عرفت عن حالة أنه بتمثل إرادة الناس ووعدتنا خلال مئة يوم تكشف الفساد وتحاسب الفاسدين لا خبرتنا شي عن نتيجة هالوعد ولا رجعت شي بعد مئة وخمس أيام من تأليف الحكومة بدل ما الدولة يكون الشغلة الشاغل تسترجع الأموال المنهوبة من الطبقة الفاسدية يلي حكمتنا عمدها كلها سنين وحققت سروات من الصفقات المشبوهة والسمسرات قررت تمد إيدها على أموال الناس يلي انسرق شغلهم وطموحهم ومستقبل أولادهم تعمل هيركت على حسابات الناس يلي بحياتهم ما استفادوا بقرش من المال العام أو عن طريق الربع الفاحش لو في نية جدية على القليلة بسترجاع الأموال المهربة من 6 شهر لليوم كما رحل يقولها البنك المركزي قادر يوصل لأسماء أصحابه بس مستحيل البنك المركزي يفضح أكبر عملية تهريب واحتيال من الكرتال السياسي والمصرفي ومن سابع المستحيلات أنه نترك الدولة تغلط مع الناس هي غلطة نحن وعم نتفرش أنا بدعي اليوم المحامين الشرفاء بلبنان وفي مقدمتهم نقيب المحامين للاستاذ مرحيم خلف لتشكيل لجنة قانونية لملاحقة الفاسدين وسرجاع الأموال للمنهوبة المهربة مع من يلزم للجهات القضائية المستقلة محليا أو دوليا إن لازم الأمر وعندي كل ثقة أنه زمل أكتار بالمجلس النيابي رح يكونوا في طليعة المتحمسين والمساهمين بفعالية كبيرة لتحقيقها الهدف الوطني بأسرع وقت ممكن وبذات الوقت نحن جاهزين ومستنفرين لمنع أي قانون بيسمح بعملية الهيركات على الوداع في حالة إقراره مع سيقتنا التامة بحصولنا على دعم وموافقة أكتر من عشر نواب على الطعن يلي نحن بيصدر بتحضيره بذات الوقت بشجع المواطنين المتضررين على إقامة دعاوة سوء ائتمان ضد المصارف لحفظ أموالهم وإمكانية استرجاعهم هالخطوة المرتكزة على وجود قضاة بيتحلوا بالعلم والنزاهة نحن اليوم بسبب تحضير الأطر المناسبة لتفعيلها وضمان نجاحها والطبقة الفاسد اللي وصلت البرد للإفلاس التام والوضع الاقتصادي والاجتماعي للحالة اللي نحن فيها اليوم منطمنن أنه الشعب اللبناني محاقبة لترجع تتحكم فيه من جديد